طيب أروح بقى الأخبار الأهلي وفي الـ 48 ساعة اللي فاتت كده شفنا أخبار وشفنا كلام غريب جدا قبل ما نتقل بس لجزئة التدريب لأن فيه كلام قبل ما نروح للتدريب ونتكلم عن المران النهاردة الاستعدادة للفترة اللي جاية الناس تلعب أخبار وعن وين بتتكلم على بيتسو موسيماني وبتتكلم على أن بيتسو موسيماني ممكن ما يكونش مع الأهلي خلال الفترة اللي جاية هو عقد الأهلي مع موسيماني هيخلص النهاردة أو هيخلص الشهر الجاي ده الأهلي مقبل على كأس عالم أندية في الفترة اللي جاية يعني خلال شهر ده العد التنازل يبدأ على موقع الفيفا من مبارح يعني بنكلم في حوالي 29 يوم أي منطق وأي عقل ممكن يتكلم على فكرة تجديد عقد المدرب دلوقتي هو لسه أصلا باقي في عقده حوالي 8 شهور أو 9 شهور دي نقطة نقطة تانية هو فيه من المنطق أن حد يطلع يصرح أو يقول أن المدرب مش بيكمل مع الأهلي وأن الأهلي بيتفوض مع مدرب آخر في الفترة القادمة أنتوا يا جماعة لما بتكتبوا الكلام ده هل أنتم مدركين أهمية الكلام اللي بيتكتب هل مدركين أن الكلام ده ممكن يعمل بلبلة هل مدركين أنه ممكن القارئ اللي هيقرى ده أو المشاهد اللي قاعد بيتفرج أو المستمع اللي قاعد بيسمع إزاعة هل ممكن يصدق كلمتين زي دول مدرب واخد سوبر إفريقي أمام الرجاء كسبان اتنين دورة أبطال إفريقية واخد اتنين سوبر إفريقي خاد البرونزية كاس العالم بينافس على بطولة دولية كبيرة كاس عالم أندية أي منطق وأي عقل ممكن يتكلم على فكرة أنه مدرب ممكن يمشي قبل كاس العالم إزاي؟ بأي عقل يعني بأي منطق ممكن حد يفكر في كتابة خبر حتى بالشكل ده أو ممكن يطلع يقول للمشاهد خبر من المعنى ده لا في جلسة للتجديد حاليا ولا في كلام في إطار التجديد الفترة الحالية والرجل متكمل مع الأهلي والملف ده تفتح خلال الاربع شهر اللي فاته تلات اربع مرات والأهلي طلع بيان من شهرين وقال الموضوع خلاص مغلق وبينكمل لغاية نهاية الموسم وعندنا كاس عالم أندية إزاي؟ يعني إزاي ممكن أنا كإعلامي أو كصحفي أكتب خبر بالمعنى ده القارئ اللي هيقراه يصدقني عندي كاس عالم هتفاوض مع مدرب لو ما تفاش معايا ماشي ما الدنيا ماشي كويس وفي استقرار فني واستقرار إداري هل حد ممكن يفكر بالشكل ده؟ استحالة الأمر مش يتوقف فقط على المدير الفني لا ده كمان إحنا روحنا لصفقات وكأن الناس مش واخدة بالها أن انتقالات يناير الأهلي إذا ضم صفقة هتبقى هي صفقة وحيدة لكن سمعنا اسم العيب من المحل واسم العيب من الإسماعيلي والنهارده اسمه مدافع في فريق الإسماعيلي واسم صفقات خارجية واسم العيبة ممكن تنتقل في يناير ده هو مقعد واحد في القائمة الإفريقية وانت لو تبقى حريصة أنك تجيب صفقة في يناير بتجيبها ليه عشان تكمل النواصل اللي عندك في القائمة الإفريقية هو مقعد واحد وممكن المقعد ده يتسجل من لعيبة من قطاع الناشئين لأن كمان انت عندك لعيبة أصلاً ممكن تطلعها إعارة لفترة الحالية يعني انت عندك لعيبة ممكن تطلعها إعارة فإذا بتتكلم على مدافع الإسماعيلي ومهاجم الإسماعيلي ومدافع غزل المحلة ده لسه المشوار طويل ده إحنا لسه ما بدأناش كأس الأمم أنا عارف إن الفترة الجاية ما فيقاش شغل كتير وما فيش مطشط كتير لكن هنبدأ من دلوقتي نتكلم بقى على مسماني والتجديد والصفقات واللعيبة اللي رايحة واللعيبة اللي جاية أنا أقعد كده بقى لغاية نص اتنين فترة طويلة قوي وبدأناها بدر قوي وما فيهاش مصدقية والناس بتتعامل على فكرة إن إيه ذكرت السمك نكتب الخبر والمعلومة ونقرروا بعد شهرين الناس مش وقت بنا أنا كتبت من شهرين بنفس الصيغة بس غيرت الدماجة أو غيرت المقدمة أخبار كلها عارية من الصحة وغير صحيحة وأتمنى ما يكونش الهدف منها إنه هو يبقى فيها بلبلة أو يعمل هزة كده أو عدم استقرار داخل صفوف النادي الأهلي